طيب الفيديو ده ان شاء الله يبقى ايكسرسايز انا مش هعمل معاكو الاكسرسايز دوت انا عايزك انت تفكر عايزك تطلع لي 3 بثر او 3 انماط النمط الاولاني هيكون اسمه Pyramid of Stars او هرم من النجوم اللي احنا بنعملها او الasterisk ديت لو جينا نرن كده نبص عليه اللي هو اول واحد دوت هيطلع لك بالشكل دوت مش جاي من فوق ولا جاي من تحت لا هو هرم شكل هرم ففكر فيها تتعمل ازاي ديت فده اول شكل تمام تاني شكل هيكون الانفرتد Pyramid of Stars يعني هو نفس الهرم بتاع النجوم دوت بس معكوز بقى بدل ما هو من فوق لتحت الصغير فوق والقاعدة بتاعته تحت لانا عايز القاعدة بتاعته هي اللي تبقى فوق يعني دعنا نرن كده نبص كده ده الانفرتد المعكوز يعني فالقاعدة بقت فوق والقمة بتاعته بقت تحت برضو ايه افكر فيها طيب اخر حاجة عايز التريانجل دوت الهرم اين كان بقى شكله ايه بقى جاي عامل اللاينت يمين شمال في النص اهم حاجة يبقى مفرغ من جوا يعني بجملة الرخامة بقى انا عارف ان ده هيبقى ريخم شوية فتعالوا نرن كده ونشوف هيبشكله عامل ازاي فهيبشكله عامل كده بس من جوا شايفين فراغ التلاتة اكسرسايزز دول مش سهلين هحتاجك ان انت تشغل موقع شوية توقع التفكر كده ممكن يقعدوا معك كم يوم كمان او على حسب بقى يعني استيعابك لموضوع النستدلوبس والحاجات ده حاول ما تسرشش على الانترنت عشان اكيد هتلاقي الحاجات دي معمولة يعني فكر فيها لو معرفتش خالص حاول ايه تسرش كده واحدة واحدة تشوف الهرم طب بتعمل ازاي طب المعكوز بتعمل ازاي يعني حاول شغل موقعك برضو ايه عشان تمشي ايدك في موضوع البرمجة كاين معاك assignment او task طبعا مفيش task مفيش هتروح الشغل حد يقولك اتبعلي هرم بالسقلوب او هرم معدول او هرم مجوف او الحاجات دي بس الحاجات دي مهمة جدا في الممارسة وهنا بقى اتكلم على المسئلة دي تليب الناس بتدريسها في الكمبيوتر ساينز في فيديو ومنفصل يعني بس اشتبكوا مع الاكسرسايز وانا عايزة شوف الريزالتس يا جماعة يعني بعتولي على الفيسبوك او على الجروب نزلوها حتى او بعتولي انا بشكل شخصي عايزة شوف النتائج وعايزة شوف عم انت عملتها ازاي فاشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله وربنا وفاكم